ضربات غامضة ومدوية طالت الأراضي العراقية ليلة يوم أمس وكان هناك تضاربا للأنباء حول ما جرى وهذه الضربات هي جاءت في إقليم كردستان هنا باللون الأصفر هي مناطق نفوذ حكومة إقليم كردستان باللون الأحمر هي مناطق الحكومة الاتحادية المنطقة التي نتحدث عنها هي تأتي بهذا الاتجاه في قضاء سوران هذه أربيل التي ترونها وبالتالي إلى شمال شرق أربيل كانت الضربات حاضرة بهذا الاتجاه التفاصيل التي جاءت بحسب وسائل الإعلام الموجودة في إقليم كردستان عن هذه الضربات بأن الضربات جاءت وكان هو عبارة عن هجوم صاروخي على إحدى النواحي التابعة لقضاء سوران والحديث هنا عن ناحية خليفان وفي إحدى القرى الموجودة في ناحية خليفان وهذه القرية تبعد ما يقارب الستة عشر كيلومترا بهذا الاتجاه وبهذه النقطة تحديدا نتحدث عن قرية تارا وهي تحديدا التي تعرضت إلى هذا الهجوم وإلى هذه الضربات بحسب شهود عيان تحدثوا طبعا إلى عدد من وسائل الإعلام والأهم من هذا الأمر بأن أحد المسؤولين الإدارين والمشرفين على منطقة سوران كان قد صرح إلى وسائل الإعلام الكردية وقال بأن الهجوم كان بأربعة صواريخ كاتيوشا على هذه القرية التي تحدثنا عنها وعندما نتحدث عن صواريخ الكاتيوشا الأذهان مباشرة تذهب إلى الفصائل المسلحة المقربة لإيران فهي ليست المرة الأولى التي تتهم في عملية الهجمات بصواريخ الكاتيوشا على نقاط معينة موجودة في إقليم كردستان المثير أن الأمور لم تتوقف هنا ولكن كانت الأنباء أيضا تذهب باتجاه أن بعد هذا القصف كانت هناك عملية إطلاق نار في تلك المنطقة وكانت الإشاعات والأنباء تتحدث بأن كانت هناك اشتباكات في تلك المنطقة الأهم أن كان هناك تصويرا من أحد شهود العيان الموجودين ليلة يوم أنسى التصوير لم يكن واضحا ولكن من الممكن أن نلاحظ بهذا الاتجاه بأن هناك نوع من الومضة نوع من الانفجار من مسافة بعيدة ولم يكن هناك أي صورة أخرى قادمة بهذا الشكل الذي ترونها والصور لم تكن واضحة المنطقة خالية والمنطقة طبعا منطقة صحراوية ومفتوحة ليس هناك كاميرات مراقبة من الممكن أن توضح لك ما الذي جرى ولكن سمعوا أربع انفجارات كما نتحدث بحسب شهود العيان بحسب من صرحوا إلى وكالات الأنباء طبعا الموجودة في إقليم كردستان لكن السؤال الأهم هنا ما الذي يوجد في هذه المنطقة منطقة سكانية هذه المنطقة إذا ما حاولنا الاقتراب منها من أجل معرفة ما الذي جرى بالضبط لنحاول أن نتوجه مباشرة إلى أربيل إلى إقليم كردستان هنا أربيل وهنا قضاء سوران الذي تحدثنا عنه بالاقتراب من هذه المنطقة لنرى ما الذي يوجد هنا في هذه المنطقة بأخذ صورة أوضح قليلا بهذا الشكل فعند التوقف بهذه المنطقة سنلاحظ بأننا أمام هذا القضاء هذا هو قضاء سوران بهذا الاتجاه وهذه هي ناحية خليفان وبهذا الاتجاه تقريبا تأتي طبعا هذه المنطقة التي تحدثنا عنها وهي قرية تاراوى بهذا الشكل وبالتالي دعونا نقترب من هذه القرية ستلاحظ بأنها قرية صغيرة ليس هناك شيء يذكر ليس هناك قواعد تركية على سبيل المثال قرية بسيطة متواضعة بهذا الشكل هي التي جرت كل الأحداث والتي شهدت كل هذه الأحداث ولكن عند التوقف بهذه المنطقة وهذا الاتجاه فإننا سنلاحظ بأننا أمام منطقة أخرى مثيرة بهذا الاتجاه هذه المنطقة هي منطقة حرير وفي هذه المنطقة هناك قاعدة مهمة وهي قاعدة الحرير التي تتواجد فيها ويتواجد فيها مستشارية تحالف الدولي في هذه القاعدة التي تعتبر واحدة من أهم القواعد المهمة لهم دعونا نقترب من هذه المنطقة لنرى بالضبط هذه القاعدة التي طبعا كانت هي قريبة للغاية من هذه الحادثة هذه يا حرير هذه هي القاعدة التي ترونها وإذا ما توجهنا بسرعة إلى مهبط المروحيات الذي ترونه سنلاحظ بأن المروحيات الأمريكية حاضرة وهذه هي مروحيات الشينوك التي ترونها بشكل واضح توضح أن القاعدة من آخر صورة في الأقمار الصناعية بأن الولايات المتحدة الأمريكية موجودة فعلا في هذه المنطقة وهذا هو ما أثار الجدل بطبيعة ما جاء من هذا الهجوم وبالتالي هذه القرية كل ما تبعده وهذه المنطقة هي تبعد ما يقارب الثلاثة عشر كيلومترا أو أكثر بقليل ولكن أيضا في نفس الوقت يجب أن ننتبه أن المنطقة مرتفعة أن المنطقة ثلاثة عشر كيلومترا لا تعني بأن هناك استهدافا لهذه القاعدة رغم أن هناك طبعا كلاما بأن الهدف كان هي هذه القاعدة التي نتحدث عنها ولكن سرعان ما جاءت الأنباء وهي تتحدث بعد عشرين دقيقة من هذه الأنباء التي ذكرناها لكم بالهجوم الصاروخي بأن كان هناك هجوما سريعا بطائرة مسيرة هذه الطائرة المسيرة هي طائرة مجهولة وغامضة وقامت بمهاجمة عناصر حزب العمال الكردستاني البككة الحديث في بعض وسائل الإعلام الكردية تحدثت عن خمسة إلى ستة عناصر اثنين من هؤلاء قتلوا وطبعا قتلوا وكذلك اثنين جرحا والباقين النجو من هذا الهجوم الحديث كان بأن هذه العناصر قد ضربت في قضاء باليسان ولكن بعد ذلك جاءت تفاصيل أكثر عن حزب العمال الكردستاني بأنهم كانوا قادمين من هذه المنطقة المرانية إلى قضاء باليسان وتوجهوا إلى نفس القرية قرية تاراوة التي تحدثنا عنها والتي من المفترض أن تكون قد تمت مهاجمتها بالصواريخ طبعا صواريخ الكاتيوشا وأن كانت هناك اشتباكات كما تحدثت هذه الأنباء وبالتالي بدأ التركيز منذ صباح اليوم بأن الهجوم كان بطائرة غامضة مجهولة على عناصر الفككة وأهمل هذا الخبر الذي نتحدث عنه الآن بل أن كانت هناك بعض التصحيحات القادمة من بعض وكالات الإعلام كما تحدثنا في إقليم كردستان بأن الهجوم الحقيقي كان بالطائرة المسيرة وأن عملية الاشتباكات وأطلاق النار وكان بسبب أن أحد المصابين قام بإطلاق رصاصة واحدة أو رصاصتين من أجل أن تقترب منه قوات الأمنية من أجل أن ينقذه الناس وفعلا عناصر البيشمرقة قد اقتربت من هذه المنطقة لترى ما الذي يجري في هذه المنطقة ولاحظوا بأن الناس بدأت تتجمهر على كل هؤلاء المصابين وهؤلاء القتلى من هذه الضربة من الطائرة المجهولة التي يشتبه بأنها طائرة تركية مسيرة هي التي قامت بهذا الهجوم ولاحظوا الطائرة طبعا هي لا زالت تحوم في هذه المنطقة هناك ناس تتجمهر وعلى هذا الأساس اتخذوا قرارا بإطلاق النار في الهواء من أجل أن تبتعد الناس من هذه المنطقة من أجل أن تبتعد هؤلاء الناس لأن هذه الطائرة عندما تحوم يعني بأنها قد تكون تهدف لضربة أخرى ومن الممكن أن يسقطوا ضحايا أكثر على هذا الأساس هذه هي القصة الطاغية مما جرى يوم أمس وحتى إذا ما نظرنا إلى طبيعة المسافات بشكل عام لمنطقة سوران أو قضاء سوران وهذه الضربات التي جاءت فإن المنطقة بعيدة تماما عن مناطق نفوذ الفصائل المسلحة إذا ما أخذنا بعشيقة بهذا الاتجاه نتحدث عن أكثر من 90 كيلومترا وإذا ما أخذنا آخر نقطة موجودة من النفوذ الذي من الممكن للفصائل المسلحة أن تستخدمه في هذه الهجمات نتحدث عن أكثر من 80 كيلومترا وصواريخ الكاتيوشة غير قادرة على المستوى الفني من الوصول إلى هذه المناطق وعادة عندما تتعرض هذه المناطق إلى هجمات من الفصائل المسلحة وتتبناها الفصائل المسلحة عادة ما تكون بالطائرات المسيرة وعلى هذا الأساس يوضح بأن فعلا القضية هي بين تركيا وبين حزب العمال الكردستاني مرة ثانية الأهم من هذا الأمر بأن إقليم كردستان يعاني من الكثير من الهجمات في هذه الفترة الأخيرة في الأشهر الماضية فهناك هجمات على سبيل المثال في مارس الماضي كانت بالصواريخ البارستية على مجموعة كار وعلى الرئيس التنفيذي لهذه المجموعة كذلك هناك هجمات على المستوى البري من قبل الحرص الثوري الإيراني في هذه المناطق التي ترونها بهذا الاتجاه هاجموها بالطائرات المسيرة بالمدفعية في الأشهر الماضية على المستوى البري في مواجهة الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني الموجودة في داخل إقليم كردستان الفصائل المسلحة تهاجم من المناطق الحساسة تماما من الحقول النفطية عندما نتحدث عن حق الكورمور وعندما نتحدث عن هذه المصفات النفطية التابعة إلى مجموعة كار تعرضت إلى أكثر من هجمتين من الفصائل المسلحة في أكثر من مناطق نفوذهم طبعا التي هي تعتبر مناطق نفوذ للحكومة الاتحادية بالإضافة إلى العمليات التركية من قفلة المخلب التي يغلقوا في هذه المنطقة وهي طبعا مناطق عمليات خطيرة للغاية وتركيا تتقدم وتتقدم في ضرباتها وتقترب من القواعد الأمريكية ودخلت حتى هذه المناطق في بعض الهجمات التي قامت بها بأطائرات المسيرة بالتالي شكل إقليم كردستان بدأ يبدو وكأنه سيتحول إلى نقطة طاردة للاستثمار في الفترة القادمة بسبب هذه الهجمات وتحديدا الفصائل المسلحة فالشركات الأمريكية تعاني ما تعاني ليس فقط من المسائل الأمنية ولكن أيضا من خلافات الحكومة الحكومة الاتحادية وكذلك حكومة إقليم كردستان حول هذه الحقول حول حقول الغاز والنفط وغيرها من هذه المسائل بعض القوانين تستخدم ضد هذه بعض الشركات الأمريكية الموجودة وبالتالي رأس المال جبان وقد إذا ما تصاعدت هذه الأمور في الفترة القادمة الاستثمار قد يكون صعبا في هذه المنطقة لذلك الولايات المتحدة الأمريكية الآن تحركت بسرعة إلى العراق من أجل حل هذه المسألة من يقود هذه العملية من يقود هذه العملية هي باربرا ليف وهي مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى وهي المسؤولة عن ملف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ظهرت في بغداد هي في زيارة من الرابع من سبتمبر وحتى التاسع من سبتمبر في زيارة إلى بغداد وفي زيارة إلى أربيل كانت لديها لقاءات مهمة يوم أمس اليوم التقت السيد عمار الحكيم التقت رئيس مجلس القضاء الأعلى طبعا السيد فائق زيدان وبالتالي هناك لقاءات مهمة بعض تصريحات كانت هي واضحة بها تماما بهذه التصريحات يوم أمس في الجامعة الأمريكية في بغداد قالت بأن النظام السياسي أو المشهد السياسي قد وصل إلى حافة الهاوية وأن عليكم بالحوار وحل هذه المشكلة المهمات التي تعمل عليها باربرا ليف طبعا والولايات المتحدة الأمريكية هي بشكل أساسي لعملية حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان من خلال هذه الزيارة وكذلك الحد من الخطر الذي تشكله الفصائل المسلحة المقربة من إيران ضد الحقول النفطية ومصادر الطاقة التي ضربت لأكثر من مرة وهددت الشركات الأجنبية في عملها ومن طالب بهذا الأمر في حقيقة الأمر أن الكونغرس الأمريكي طالب بعملية إيجاد حل وردع هذه الفصائل مما تقوم به في التاسع عشر من أغسطس الماضي مايكل مكول وهو كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أرسل رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل وصول باربرا ليف وهي على أساس هذا الأمر هي جاءت وتحدث بهذا الشكل وبالنص بحسب الفويس أوف أمريكا أو بحسب الفورين أفيرس كوميتي وقال الآتي تواصل إيران تهديد العراق بما في ذلك الموجة الأخيرة من الهجمات الصاروخية التي نفذتها إيران والميليشيات المدعومة منها في إقليم كردستان العراق وأضاف يتوجب على إدارة بايدن أن ترد بقوة على هذه الانتهاكات الصارخة للسيادة العراقية والتي تهدد حياة الأبرياء وتقوض استقرار العراق وديمقراطيته يجب أن يشمل هذا دعم شركائنا العراقين الذين يسعون لحماية بلدهم من النفوذ الخبيث لإيران وما هو مثير بهذا الأمر وبمصادر خاصة تحصنا عليها هنا في قناة التغيير وفي برنامج رأس السطر بأن رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي في الأيام القادمة سيكون في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إجراء لقاءات مهمة للغاية وبالتالي واضح تماما بأن هناك جهود كبيرة تذهب من أجل تقريب وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العمل على تخفيض الضغط الذي يأتي من الفصائل المسلحة على هذه النقاط وهي أيضا قد تعني الكثير للأزمة السياسية الجارية اليوم بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي بكل تأكيد من الممكن أن تدخل الكثير من التفسيرات المرتبطة بهذا الأمر ولكن هذا هو الأمر الأهم للولايات المتحدة الأمريكية لإبقاء الشركات الأمريكية تعمل بشكل مكثف ولكن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تهدف مع تقريب وجهات النظر في العراق إلى حل مسألة الاتفاقية النووية والعودة إليها من أجل أيضا أن تكون إيران وتحث الفصائل المسلحة على عدم القيام بهجمات بمثل هذا الشكل لأن الأموال ستتوفر إيران ستصدر النفط ستصدر الغاز الطبيعي ولن يكون هناك مشكلة لأي إمدادات مثل الإمداد المهم والأمبوب الذي تحدثت عنه العديد من المصادر في إقليم كردستان الذي وقعت به إقليم كردستان مع مجموعة كار لتصدير الغاز الطبيعي بهذا الشكل الذي ترونه مباشرة إلى تركيا مسألة مهمة استراتيجية للغاية ولكن المشكلة أن هذه الاتفاقية النووية تعاني ما تعانيها المفاوضات تعاني ووصلت إلى أسوأ حالاتها بحسب هذا الرجل وهو مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريال هذا الرجل كان متشائما تماما بعد الرد الإيراني الأخير على المسودة التي طرحها نفس هذا الرجل من أجل العودة للاتفاقية النووية الرد الإيراني جعل جوزيب بوريال أن يقول الآتي يجب أن أقول أن آخر إجابة حصلت عليها بين قوسين من إيران إذا كان الهدف منها هو التوصل السريع إلى الاتفاق فلن يساعد ذلك يؤسفني أن أقول أن ثقة تراجعت عما قبل 28 ساعة بشأن تقارب وجهات النظر وإمكانية إبرام الاتفاق الآن بل أن الولايات المتحدة الأمريكية مع الرد الإيراني كانوا مزعجين للغاية إلى درجة أن طائرة البي فيفتيتو طائرتين من طائرات البي فيفتيتو حلقت إلى الشرق الأوسط وكانت طبعا موقع الدي في آي دي أس وهو الموقع الخاص بنشر الصورة الحصرية لفعاليات الجيش الأمريكي كانوا قد نشروا هذه الصورة كما تلاحظون قبل 48 ساعة في الرابع من سبتمبر وقالوا ووصفوا هذه الصورة الحصرية لهذه المناورة العسكرية التي ترونها والرسالة الواضحة لإيران وصفوها بأنها أنه موقع لم يتم الكشف عنه ولكن بالنظر إلى هذا الموقع وأين تتواجد هذه الطائرة الخطيرة للغاية القادرة على حمل الرؤوس النووية والقادرة على حمل أخطر طبعا القنابل على الإطلاق فهذا الطريق واضح جدا طريق مميز للغاية هناك مبنى بهذا الاتجاه مبنى بهذا الاتجاه مبنى بهذا الاتجاه وبالتالي لدينا شكل مميز منطقة صحراوية وطائرة البي فيفتيتو هذه الواضحة هي تتحرك بهذا الاتجاه بالتوجه للقمر الصناعي بتحديد هذا الموقع الذي لم يرضى دي في آي دي أس من عملية تحديده من الممكن لنا تحديد هذه المنطقة بالتوجه بسرعة إلى المملكة العربية السعودية إلى الحدود بين طبعا هنا الكويت هنا العراق وهذه المنطقة التي سنهبط إليها منطقة قريبة من الحدود العراقية هي مدينة حفر الباطن بهذا الاتجاه وبالتوجه إلى جنوبها فهناك نقطة مهمة وهي جامعة حفر الباطن وهذه هي جامعة حفر الباطن بأخذ صورة بهذا الشكل وبهذه الجزئية سنلاحظ بأننا من هذا الاتجاه تطابقت كل العلامات وهذه هي جامعة حفر الباطن هذا هو الإسكان الخاص بحفر الباطن هذه هي كلية الآداب وواضح جدا أن طائرة البي فيفتيتو كانت بهذا الاتجاه وهذا يعني بسرعة كبيرة للغاية إذا ما أخذنا لقطة مبعدة مباشرة لهذا الموقع ما الذي يعنيه ووجود طائرة البي فيفتيتو بهذه الصورة هي توضح لنا بشكل واضح أن طائرة بوجودها بهذه المنطقة فعلا قامت بمناورة واضحة هذه الطائرة كما تحدثنا قادرة على حمل الرؤوسة النووية والأهم من ذلك أنها قادرة أيضا على حمل مخترق القبول القادر القنبلة القادرة على اختراق المنشآت التي تقع تحت الأرض والمنشآت النووية هي موجودة تحت الأرض وكانت هناك رسالة مهمة واضحة قادمة من جنرال مهم وهو أحد كبار الضباط في القوات الجوية الأمريكية وهو أليكس غريمويتش تحدث بهذا الشكل من دون ذكر إيران ولكن واضح اللغة التي يتحدث بها وقال الآتي أن المهمة تعبر عن تمثيل قوي وواضح لالتزام الولايات المتحدة الدائم تجاه المنطقة مشددا على أن تهديدات موجهة للولايات المتحدة وشركائنا لن تمر من دون إجابة المشكلة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا يواجه ضغطا من الداخل الأمريكي من لينزي جراهام الجمهوري الأمريكي المعروف في مجلس الشيخ وكذلك باب بنندز رئيس الجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيخ الأمريكي ذهبوا إلى إسرائيل التقطوا هذه الصور وقالوا بصريحة العبارة نحن نعارض تماما العودة للاتفاقية النووية لأنها بالنسبة إليهم مخزية هي فيها تنازل كبير ولا نريدها نهائيا وعلى هذا الأساس فعلا التطورات خطيرة للغاية وعدم نجاح العودة للاتفاقية النووية قد تعني أزمة أكبر لإقليم كردستان اشتركوا في القناة